دلوقتي دول كل المطربين اللي طالعين مع احترامي لشعبان عبد الرحيم يمكن شعبان عبد الرحيم بيقول كلام جميل وبيقول كلام في حاجة بس ما اعتبروش مطرب انا بعتبرو مونولوجست يعني مونولوجست اي يعني غناء يطرب البني ادم بخفة ظل لكن مش مطرب ماجبش ده زي عبد الوهاب عبد الوهاب مطرب محمد فوزي مطرب كل اللي بيغنوا دلوقتي يقول موال شعبي وبعد الموال الشعبي ايه ده مش ممكن مش ممكن وفينا وبعدين اه اللي انا زعلان منه حاجة تانية اه ان في ناس كتير دلوقتي ابتدت تحب ده اه يعني لما بتيجي تقولك ما الناس حبه ده يا اخي انت مالك يعني لأ مش بقول يعني اه يعني بقول انت مالك لكن ايه هي فيها حاجة ايه السبب يعني المثل البلدي او الشعبي بتاعنا الزن على الودان امرم السحر كان ممكن ترقص بمطوى وبتاع زي اللي بنشوف نظر ابدا يعني ما هتستخدمتوش مطوى او ابدا وبشلة ده حتى احنا كان فيه رأسة اه اسكندراني اه الرأسة الاسكندراني هم اصلا في الرأس الشعبي عندهم بيرقصوا بالمطوى لانه تملي الصيادين هناك بيستعملوا المطوى في السمك عشان بيفتح السمك ويفتح السمك ويفتح المرخلون والحاجات دي فبيرقصوا بيها ومجدعة وحاجات كده لما جينا احنا لمسرحة على المسرح ممسكناش مطوى ابدا بنعمل كده بس بايدين بس شفت انك تمسك مطوى ده اه ده شيء بشع انا لما اشوف واحد بيمسك مطوى كده مقدرش اه في فيلم او في اه في رأسة او في اي حاجة مقدرش امنع ابني انه ممسكش مطوى يعني خطأ ده احنا عندنا نص الافلام دلوقتي بيرقصوا بالمطوى وياه ده شيء غير عادي ودخيل علينا يعني دخيل علينا فعلا وانا برضو بنتقد حاجات في الاعلان الاعلان لما يجي مثلا كل مش عارف ايه هتنفجر وتفجر الدنيا ازاي ازاي انا اشوف اعلان اكل حاجة افجر الدنيا اه اولا بتبيع الوهم للناس ثانيا اه بتعلم الناس يعني انك اه بتحقل الناس بالتفجير ده بالتفجير اه اه بالتفجير ده وحش شيء يعني احنا بنحارب ده لما بنخلي الناس تتعلم ده لكن ما حاولتش تشوف يعني ما بتشوف بتسمع عن الافلام لكن ما شوفتهاش الافلام البلطاجة اللي هو نموذج البلطاجة او المسلسلات اللي بنشوفها وانس ان انا اول ما انا بشوف واتفرج بقول هناء وبقول لهم اه ممكن نقفل ده مش عايزة اشوف ده مدام هناء الشرباجي طبعا لسه هسألك عن قصة الحب والزواج لكن هنا يا فاسا قبل ما اطلع فصل في ده يعني كان لا يمكن ابدا البعض اللي بيقدم الاستعراضات الان يقولك احنا بنعمل فرح شعبي في الشارع فطبيعي يجي المطوع وطبيعي يبقى فيه الاغان المهرجانات اللي انت عارفها دي ده شايفوا لا علاقة لو بالفن دي بلطاجة يعني ابدا ابدا ده اه يعني سكة سيئة تعلم اخلاق اه سيئة يعني مش يعني انا بقى ناشد ان كل الحاجات اللي بتحصل دي تتلغي بقى ناشد اي مسؤول او اي حد وبعدين ما انت ممكن تكسب يا منتج من حاجات جميلة ليه تعمل حاجات تخلي الناس تضايق منها او تعلم اطفالنا وتعلم الجيل الجديد حاجة مش حلوة بيقولك التحبيشة التجارية كده دلوقتي اللي عايز يكسب يكسب وممكن اكسب من الكوكاين والحشيش والهروين بس انا اكسب من سلعة جيدة جبنة وطماطم يعني حاجة حلوة حلويات بتاعه لكن ما اكسبش من التحبيشة دي وممكن وده مكسب سهل الصعب مش عارفين يعملوه طيب نطلع فصل ونطلع الفصل كده نشوف حاجة كمان للأستاذ حسن عفيفي من الحاجات اللي لها قيمة اما مع فرقة رضا او نشوف لقصر بلدنا بجمالها و لا فيها بقى لا مطوع ولا فيها لا هز وسط لكن شوف ازاي تمذج ما بين الرأس والفن والثقافة والحضارة في لقصر بلدنا